ترجمة نانسي قنقر وتعرضت ماي لضغوط للاستقالة بعد اعتراض من عضاء حزبها المحافظين على خطتها الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنذ يناير كانون الثاني الماضي رفض البرلمان البريطاني خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي اقترحتها ماي ثلاث مرات وذلك قبل أن تفشل في التوصل تسوية مع حزب العمال للمرة الرابعة سأترك وظيفة التي كانت شرفا لي رئيسة الوزراء الثانية وبالطبع ليست الأخيرة أفعل هذا بطيب خاطر مع تقديري الكبير لإتاحة الفرصة لي لخدمة البلد الذي وحد هذا وفتتحت يوم أمس الثالث والعشرين مايو آيار الجاري مراكز الاقتراع لانتخابات البرلمان الأوروبي أبوابها أمام الناخبين في هولندا والمملكة المتحدة بينما سيصوت مواطنون معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى يوم الأحد السادس والعشرين مايو على مدى أربعة أيام يصوت الناخبون في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي لاختيار 751 نائبا يمثلون دولهم في البرلمان الأوروبي